السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزاء الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الثاني عشر العلمي والتكنولوجي مع الدرس الرابع في الوحدة الثانية درس قاعدة الضرب والقسمة في الاشتقاق الجزء الثاني أهداف الدرس سوف نتعلم في هذا الفيديو استعمال قاعدة مشتق الضرب دالتين والآن لنتذكر معاً أعزاء الطلاب قاعدة مشتق الضرب دالتين إذا كانت fx equals حاصل ضرب الدالتين ux times vx وكانت u'x وv'x موجودتين فإن f'x equals d over dx لحاصل الضرب ux times vx يصبح على النحو التالي ux times v'x plus vx times u'x أي أننا نضع الدالة الأولى ux ثم نضرب في مشتقة الدالة الثانية v'x plus وهنا نضع الدالة الثانية vx ثم نضرب في مشتقة الدالة الأولى u'x ويمكن صياغة هذه القاعدة على النحو التالي مشتق الضرب دالتين هي مجموع ناتج ضرب الدالة الأولى في مشتقة الدالة الثانية وناتج ضرب الدالة الثانية في مشتقة الدالة الأولى والآن مع المثال number 2 page 91 أوجد مشتقة الدالة y equals square root x plus 3 times x power 2 minus 5x باستعمال قاعدة الضرب الحل في البداية نضع الدالة y على صورة حاصل ضرب دالتين ux times vx فيكون لدينا المقدار square root x plus 3 ويكون هو الدالة الأولى ux equals square root x plus 3 انتبه عزيزي الطالب سنضع square root x على صورة الأسس الكسرية فيكون لدينا x power half plus 3 وبعدها نأخذ المقدار x power 2 minus 5x ليكون هو الدالة الثانية vx equals x power 2 minus 5x وهنا نوجد u prime x وهي مشتقة الدالة الأولى التي ستكون على الصورة التالية انتبه عزيزي الطالب بتطبيق قواعد الاشتقاق للدالة كثيرة الحدود فإننا نقوم بضرب power one over two في المعامل one فيصبح لدينا one over two x power negative one over two من يخبرني من أين جاء negative one over two؟ أحسنتم إننا بعد أن نقوم بضرب power في المعامل نقوم بطرح واحد من power والآن أين ذهب plus 3؟ أحسنت plus 3 هي قيمة ثابتة ومشتقة العدد الثابت equals zero وهنا نوجد مشتقة الدالة الثانية v prime x التي ستصبح على الصورة التالية 2x minus 5 وبعدها نطبق قاعدة مشتقة ضرب دالتين فيكون لدينا dy over dx equals ux times v prime x plus vx times u prime x والآن بالطعوض نجد أن ux equals x power half plus 3 times v prime x equals 2x minus 5 plus نضع الدالة vx الدالة الثانية وهي x power 2 minus 5x times مشتقة الدالة الأولى u prime التي ستصبح half x power negative half وللتبسيط انتبه جيدا للخطوات التالية لتبسيط المقدار التالي يجب أولا أن نقوم بتفكيك الأقواس باستخدام خاصية التوزيع وكيف ذلك؟ نقوم أولا بضرب x power half times 2x وبعدها نضرب 3 times 2x ثم نضرب x power half times negative 5 ثم نقوم بضرب 3 times negative 5 فنحصل على المقدار التالي 2x مضروبا في x power half plus 6x minus 5 مضروبا في x power half minus 15 وبالانتقال إلى الجدء الثاني نجد أن لدينا x power 2 times half x power negative half ثم negative 5x times half x power negative half ونكتبه على الصورة التالية x power 2 times half x power negative half minus 5x times half x power negative half انتبه عند الضرب إذا كانت الأساسات متشابهة نجمع الأسس ويكون الناتج us لنفس الأساس وبتطبيق هذه القاعدة نجد أن لدينا 2x power 3 over 2 plus 6x minus 5x power half minus 15 plus half x power 3 over 2 minus 5 over 2 x power half وبالتبسيط أي أننا سنقوم بجمع وطرح الحدود المتشابهة في الباور فيكون لدينا الناتج على الصورة التالية 5 over 2 x power 3 over 2 plus 6x minus 15 over 2 x power half minus 15 وبوضع الأسس الكسرية في صورة جزر تربيعي مرة أخرى يصبح لدينا 5 over 2 square root لx power 3 plus 6x minus 15 over 2 x تحت الجزر التربيعي أي يكون لدينا 15 over 2 square root x minus 15 20 والآن أعزائي الطلاب حان دوركم حاول أن تحل عزيزي الطالب سؤال number 8 page 94 أوجد مشتقة الدالة y equals 2x minus 3 times square root x minus 1 باستعمال قاعدة الضرب كما تعودنا أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك الحل نجد أن لدينا y تساوي حاصل ضرب دالتين وبالتالي نأخذ 2x minus 3 لتصبح الدالة الأولى فيكون لدينا ux equals 2x minus 3 ثم نأخذ المقدار الثاني وهو square root x minus 1 ليكون هو الدالة الثانية vx equals square root x minus 1 والآن من يخبرني بالخطوة التالية نعم أحسنتم سنقوم هنا بوضع square root x على صورة الأسس الكسرية فيكون لدينا x power minus 1 ثم بعدها نجد مشتقط الدالة الأولى أي u prime x equals فقط 2 ونجد مشتقط الدالة الثانية v prime x التي ستصبح half x power negative half ثم بتطبيق القاعدة dy over dx equals u x v prime x plus v x times u prime x وهي قاعدة مشتقط ضرب دالتين وإذا قمنا بالتعويض عن الدالة الأولى فنضع 2x minus 3 ضرب مشتقط الدالة الثانية half x power negative half plus نضع هنا الدالة الثانية x power half minus 1 وبعدها نضع مشتقط الدالة الأولى 2 فيصبح لدينا حاصل الضرب التالي 2x minus 3 times 1 over 2 x power negative half plus x power half minus 1 times 2 ولتبسيط المقدار انتبه للخطوات التالية ولتبسيط هذا المقدار نتذكر ان الخطوة الأولى تفكيك الأقواس باستخدام خاصية التوزيع ليصبح لدينا المقدار التالي ولكن من يخبرني كيف تمت عملية توزيع الأقواس احسنت في البداية نقوم بضرب 2x في المقدار half x power negative half وبعدها negative 3 ضرب المقدار half x power negative half plus ثم نقوم بضرب 2 في المقدار x power half وبعدها negative 1 times 2 ليكون لدينا المقدار التالي وكما تعلمنا في البداية يجب أن ننتبه أنه عند الضرب إذا كانت الأساسات متشابهة نجمع الأسس ويكون الناتج أس لنفس الأساس وبتطبيق هذه القاعدة نحصل على المقدار التالي x power half minus 3 over 2 x power negative half plus 2 times x power half minus 2 وبجمع المقادير المتشابهة يصبح لدينا 3 x power half minus 3 over 2 x power negative half minus 2 وبوضع الأسس الكسرية على صورة جزور يكون لدينا الناتج النهائي 3 square root x minus 3 over 2 square root x minus 2 والآن عزيز الطالب حاول أن تحل سؤال number 9 page 94 استعمل قاعدة الضرب لإيجاد مشتقة الدالة y equals x power negative 2 minus x power negative 3 times المقدار 3 x power negative 1 plus 4 x power negative 4 وكما تعودنا أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك الحل في البداية نضع الدالة y على صورة حاصل ضرب دالتين u x v x فنأخذ المقدار x power negative 2 minus x power negative 3 ليكون هو الدالة الأولى u x equals x power negative 2 minus x power negative 3 وبعدها نأخذ المقدار 3 x power negative 1 plus 4 x power negative 4 ليكون هو الدالة v x فيكون لدينا v x equals 3 x power negative 1 plus 4 x power negative 1 والآن من يخبرني بالخطوة التالية أحسنتم سنجد مشتقة الدالة الأولى وبعدها مشتقة الدالة الثانية في البداية u prime equals negative 2 x power negative 3 plus 3 x power negative 4 انتبه هنا عزيز الطالب لإيجاد المشتقة ضربنا negative 2 power في المعامل 1 فأصبح لدينا negative 2 ولكن عند طرح 1 من الباور يصبح لدينا negative 3 في الباور فيكون المقدار على النحو التالي negative 2 x power negative 3 plus 3 x power negative 4 وبالمثل نوجد v prime التي تصبح negative 3 x power negative 2 minus 16 x power negative 5 والآن بتطبيق القاعدة قاعدة مشتقة ضرب دالتين يكون لدينا dy over dx equals ux times v prime x plus vx times u prime x والآن بالتعويض عن الدالة الأولى كما هي نضع x power negative 2 minus x power negative 3 times مشتقة الدالة الثانية negative 3 x power negative 2 minus 16 x power negative 5 plus ثم نضع الدالة الثانية كما هي 3 x power negative 1 plus 4 x power negative 4 مضروبا في مشتقة الدالة الأولى negative 2 x power negative 3 plus 3 x power negative 4 ولتبسيط هذا المقدار انتبه للخطوات التالية والآن لتفكيك هذا المقدار من يخبرني بالخطوة الأولى؟ أحسنتم في البداية نقوم بتفكيك الأقواس باستخدام خاصية التوزيع على النحو التالي في البداية ننتبه للقاعدة عند الضرب إذا كانت الأساسات متشابهة نجمع الأسس ويكون الناتج أس لنفس الأساس والآن لنجري عمليات الضرب في البداية x power negative 2 times negative 3 x power negative 2 وبعدها negative x power negative 3 ضرب negative 3 x power negative 2 ثم x power negative 2 times negative 16 x power negative 5 وفي النهاية وفي النهاية x power negative 3 times negative 16 x power negative 5 ليكون لدينا المقدار التالي negative 3 x power negative 4 plus 3 x power negative 5 minus 16 x power negative 7 plus 16 x power negative 8 ثم بتكرار هذه العملية يكون لدينا انتبه للخطوات التالية نضرب 3 x power negative 1 times negative 2 x power negative 3 ثم 4 x power negative 4 times negative 2 x power negative 3 وبعدها 3 x power negative 1 times 3 x power negative 4 وفي النهاية 4 x power negative 4 times 3 x power negative 4 فيكون لدينا المقدار التالي وبالتبسيط أي نقوم بجمع الحدود المتشابهة فيكون لدينا ثم نضع المقدار في الصورة التالية أشكركم على حسن استماعكم وفي نهاية هذا الدرس نتمنى لكم أعزائي الطلاب مزيد من التفوق دمتم سالمين